المسألة الأولى المسألة الأولى في المجموع هناك 333 طابعا بريديا أول يجب عليه تحديد المعطيات الأساسية أسطر على المعطيات الأساسية 333 طابعا بريديا ورشيد ساهم بدعف ما ساهم به عمر دعف دل طوابع إذن مثلا إذا كان عمر ساهم بمئة فرشيد سوف يساهم بمئتان أي الدعف إذن أحسب عدد طوابع التي ساهم بها عمر أحسب عدد طوابع التي ساهم بها رشيد إذن كما رأينا في الدرس السابق من المسائل لتسهيل لتسهيل الإجابة أو لكي يسهل علينا إجابة عن السؤال يجب علينا تمثيل المعطيات بميبيا إذن سوف نمثل حصة حصة عمر بقطعة لاحظوا معي بقطعة وسوف نمثل حصة رشيد بقطعتين لماذا قطعتين؟ لأن الدعف ما حصل عليه لاحظوا معي واحد اثنان ثلاث مربعة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة يعني ستة ستة مربعة وهنا ثلاثة إذن كما تلاحظون هذه القطعة فهي متساوية إذن هذه حصة حصة عمر مساهمة عمر ما ساهم به عمر ساهم به عمر وهذه ما ساهم به ما ساهم به رشيد إذن رشيد ساهم بدعف ما ساهم به عمر إذن لكي نقوم بالإجابة نحسب كم لدينا من قطعة واحد اثنان ثلاثة ونقسم على ثلاث لدينا ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طبعا نقسمها على قطعة المتساوية هي ثلاث لدينا ثلاث قطعة متساوية إذن ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مقصومة على ثلاثة تساوي مائة وإحدى عشر إذا قصمنا ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون على ثلاثة سوف نجد مائة وإحدى عشر إذن كم حصة ما ساهم به عمر ساهم بمائة وإحدى عشر إذن هنا لدينا مائة وإحدى عشر طبع هنا 111 وهنا 111 أي عمر عفوا رشيد ساهم 111 مضروبة في 2 مضروبة في 2 تساوي 122 212 إذن عمر ساهم 111 ورشيد ساهم 222 طبعا بليدي نمر الآن إلى التمرين الثاني ثلاث أصدقاء يقيمون في نفس العمارة ويستعملون نفس علبة الرسائل ما معنى علبة الرسائل؟ هي العلبة التي تكون في الباب عند المدخل العمارة يضعون فيها الرسائل يضعون فيها ساعي البريد الرسائل التي تصل إلى المنزل عند رجوعهم من العطلة الصيفية وجدوا فيها 95 رسالة فكانت حساس خالد من الرسائل تساوي حساس عبد الكريم مثلا إذا كان حصة خالد عشر فحتى حصة عبد الكريم ستكون عشر أما حصة يوسف فتزيد عن حصة خالد بأربعة عشر رسالة خالد يزيد عليهم بأربعة عشر رسالة إذن لدينا 95 رسالة المعطلة الأساسي فكانت حصة خالد من الرسائل تساوي حصة عبد الكريم أما حصة خالد فتزيد بأربعة عشر رسالة تزيد بأربعة عشر رسالة إذن لنجيب عن السؤال مثل بقطع مستقيمية حصة كل واحد إذن لنمثل قطع خالد مثلا بهذه الحصة قلنا بأن حصة خالد تساوي حصة عبد الكريم إذن حصة خالد وحصة عبد الكريم متساويا إذن هم نفس القطعة أما حصة يوسف تزيد عن حصة خالد وكريم بأربعة عشر رسالة إذن سوف نمثل هذه الحصة وسوف نزيد عليها واحد قطعة صغيرة زائد أربعة عشر رسالة إذن لحساب عدد الرسائل أو حصة كل واحد ماذا يجب علينا أن نفعل؟ إذن نأخذ عدد الرسائل التي هي في المجموعة خمسة وتسعون وكأن نقسم باش تشليلي لأن لكي أقوم بعملية القسمة لا بد من أن يكون عدد القطع متساوي تفقنا؟ عدد القطع متساوي إذن لدي واحد اثنان ثلاثة وهذه القطعة لا تساوي هذه القطعة إذن سوف نقسم فقط على ثلاث قطعة إذن لكي أقسم على ثلاثة يجب علي أن أقوم بإزالة هذه القطعة بإزالة هذه القطعة الزائدة إذن سوف أزيل أربعة عشر إذن سوف أقوم بحصة خالد هي خمسة وتسعون تفقنا؟ أولا سوف أقوم بخمسة وتسعون ناقص أربعة عشر تساوي واحد وتمانون واحد وتمانون إذن حصة خالد هي واحد وتمانون مقصومة على ثلاثة تساوي سبعة وعشرون نفس الشيء في حصة عبد الكريم فهي تساوي حصة خالد إذن نفس الشيء واحد وتمانون مقصومة على ثلاثة تساوي سبعة وعشرون وحصة يوسف فهي سبعة وعشرون زائد أربعة عشر لاحظوا معي هنا سبعة وعشرون وهنا سبعة وعشرون وحصة يوسف فهي سبعة وعشرون زائد أربعة عشر إن في الأخير نزيد هذا العدد الذي يزيده عن الحصة الآخرين إذن زائد أربعة عشر سبعة وعشرون زائد أربعة عشر تساوي واحد وأربعون واحد وأربعون رسالة إذن فحصة خالد 27 رسالة حصة عبد الكريم 27 وحصة يوسف 41 رسالة إذا ننتقل الآن إلى مسألة أخرى جار الأخوين هشام وزينب في حاجة مستعجلة إلى مبلغ 260 درهم لشراء دواء قرر الأخوان تقديم هذا المبلغ كمساعدة لجارهم أنهم سوف يساهمني لإعطاء هذا المبلغ إذا علمت أن ما قدمه هشام يزيد عن ما قدمته زينب بـ 80 درهم فاحسب ما قدمه هشام وما قدمته زينب إذن لنحسب قبل أن نحسب يجب علينا أولا أن نقوم بالتسطر على المعطاية الأساسية 260 درهم ما قدمه زينب ما قدمه يزيد يزيد ما قدمه هشام يزيد على ما قدمته زينب بـ 80 درهم إذن لكي يسهل علينا الجواب كما رأينا سابقا لجبالنا أن نمثل بقطع عدد المعطيات التي توجد في المسألة إذن مثل بقطع مستقيمة ما قدمته زينب إذن سوف نقوم بتمثيل بقطع ما قدمته زينب وسوف نقوم أيضا بتمثيل ما قدمه هشام يعني هشام قدم ما قدمته زينب وأيضا يزيد عليها بـ يعني واحد القطعة صغيرة زيدة 80 درهم زائد 80 درهم إذن لكي نحسب كم قدم هشام وكم قدمت زينب يجب علينا أن نقوم بعمليات القسمة دائما في عمليات القسمة قلنا نقوم بقسمة على عدد القطع المتقيصة هل هنا لدينا ثلاث قطع متقيصة؟ إذن يجب علينا أن نزيل هذه القطعة الزائدة إذن سوف نقوم بنقص 80 من المبلغ 260 260 ناقص 80 سوف نحصل على 180 درهم استعيم بالتمثيل وأحسب إذن قبل أن نحسب يجب علينا أن نقوم بطرح 260 ناقص 80 تساوي 180 درهم لكي يمكننا قيام بعمليات القسمة يجب علينا أن نقوم بإزالة هذه القطعة الزائدة لماذا؟ لكي يبقى لنا فقط قطعتان متقيصة وفي الآخر سوف نقوم بزيادة 80 درهم إذن ما قدمته زينب 180 درهم مقصومة على ماذا؟ على 2 على 2 تساوي 90 درهم وما قدمه هشام هنا لدينا 90 درهم وهنا لدينا 90 درهم إذن ما قدمه هشام وهو 160 درهم إذن ما قدمته زينب هو 90 درهم وما قدمه هشام 170 درهم إذن 90 زائد 80 يعني أن هشام يزيد عن زينب بـ 80 درهم ننتقل الآن إلى التمرين الثاني عدد الأطباء الصاهرين على صحة المواطنين ببلدين يقدر بـ 12250 طبيبا وطبيبا هذا إحصاء لعدد الأطباء الموجود في بلدين معين إذن إذا علمت أن عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية المستشفيات العمومية هي المستشفيات التي سنذهب إليها مجانا أما المستشفيات الخصوصية التي نقوم بأداء الوجبات عند ذهبنا إليها إذن عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية أصغر بـ 1250 طبيبا من عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص إذن سوف نقوم بتستير عن المعطيات الأساسية وهناك 12250 طبيبا وهناك في القطاع العام عدد الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية أصغر بـ 1250 طبيبا يعني أن عدد الأطباء الذين يشغلون في القطاع الخاص يزيد عن عدد القطاع الأطباء الذين يشغلون في القطاع العمومي بـ 1250 طبيب إذن نقوم الآن بالتمثيل إذن هنا سوف نضع عدد الأطباء في القطاع الخاص في القطاع العام مثلا سوف نضع قطعة وعدد الأطباء الذين يشغلون في القطاع العام وعدد الأطباء الذين يشغلون في القطاع الخاص هو نفسه ولكن يزيد عن عدد الأطباء الذين يشغلون في القطاع العام بـ 1250 طبيبا تقريبا نفس السمارين نفس طريقة إذن لدينا هنا وحد العدد الذي يمثل عدد القطاع الأطباء العامون وهنا عدد الأطباء العامون زائد يزيده زائد 1250 طبيبا إذن نفس الشيء لإجابة عن السؤال يجب علينا أن نقوم بحساب عدد الأطباء في القطاع العام ثم نزيد عليهم 1250 درهم ولإجابة عن هذا السؤال نقوم بعمليات القسمة إذن يجب علينا أن نزيل هذه القطعة لأنها ليست متساوية مع هذه القطعة إذن سوف نقسم فقط على إثنان لدينا قطعتان متساويتان قبل ذلك إذن 1250 ناقص هذا 1250 سوف نحصره على 11000 إذن لدينا 12250 ناقص 1250 تساوي 11000 طبيب إذن هذا 11000 طبيب سوف نقوم بقسمتها على 2 لكي نحصله على عدد الأطباء الموجود في القطاع العام إذن عدد الأطباء الموجود في القطاع العام هو 11000 مقصومة على 2 تساوي 5500 طبيب أما عدد الأطباء الموجود في القطاع الخاص هي 5500 طبيب أما عدد الأطباء الموجود في القطاع الموجود في القطاع العام هو 5500 طبيب وعدد الأطباء في القطاع الخاص هو 6750 طبيب ننتقل الآن إلى التمرين الثالث اشترت فاطمة كيسا من الدقيق وعلبة الشاي وأدت عنهما 75 درهاما إذا علمت أن ثمن كيسا الدقيق هو ضعف ثمن علبة الشاي كما رأينا في التمرين السابق نحسب ثمن كل من علبة الشاي وكيسا الدقيق إذا سوف نمثل علبة الشاي بقطعة أما كيسا الدقيق فهو ضعف هو قطعتين يعني ضعف ثمن الشاي إذا لدينا هنا ثلاث قطاع متساوية إذا كانت ضعف يعني هذه القطعة تساوي هذه القطعة ثلاث قطع متقايصة إذا سوف نقوم بقسمة المبلغ على ثلاث إذا لحساب علبة الشاي نقسمه 75 على ثلاثة فنجد تساوي 25 درهام إذا هنا لدينا 25 درهام هنا لدينا 25 وهنا 25 إذا ثمان علبة الشاي هو 25 درهام وثمان كيسا الدقيق هو كيسا الدقيق ثمان ثمان كيسا الدقيق هو خمسا وعشرون زائد خمسا وعشرون خمسا وعشرون زائد خمسا وعشرون يعني ضعف تساوي خمسون درهام إذن إذا قمنا بجامع 25 جائد 5 سوف نحصل على 75 وهو الثمن الذي أدته فاطمة لكي تشتري الشاي والدقيق إذن ننتقل الآن إلى تسمرين الرابع وفر حسن 150 درهما خلال ثلاثة أشهر علما أن ما يوفره في كل شهر يزيد عما وفره في الشهر السابق بمبلغ قدره 15 دره إذن مثلا إذا كان في الشهر الأول وفر 30 درهما ففي الشهر الثاني سوف يوفر 45 وفي الشهر الآخر سوف يوفر 45 زائد 15 60 درهما إذن كل شهر يزيد عن الشهر الآخر بـ 15 درهما أحسب ما وفره حسن في كل شهر إذن لكي نحسب يجب علينا أولا أن نمثل كل شهر بالمبلغ الذي يناسبه إذن بالنسبة للشهر الأول مثلا شهر 1 وشهر جوج وشهر 3 إذن سوف نقوم بتمثيل الشهر الأول بقطعة مثلا نفس القطعة يزيد عليها في الشهر الثاني زائد 15 درهما نفس الشيء يعني الشهر الثاني سوف يوفر ما وفره في الشهر الثاني زائد أيضا 15 زائد 15 زائد 15 يعني الشهر الأول سوف يوفر مبلغ في الشهر الثاني سوف يوفر ذلك المبلغ الذي وفره في الشهر الأول زائد 15 وفي الشهر الثالث سوف يوفر المبلغ الذي وفره في الشهر الثاني زائد 15 درهما إذن لنحسب المبلغ الذي سوف يوفره في كل شهر يجب علينا أن نقوم بعملية القسمة إذن عملية القسمة دائما تكون على عدد القطع المتقيسة كم لدينا هنا من القطع المتقيسة 1 2 3 يعني سوف نقوم بالقسمة على 3 ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نقوم بإزالة هذه القطع الزائدة إذن لدينا هنا زائد 15 زائد 15 زائد 15 يعني زائد 45 15 و 15 30 زائد 15 إذن سوف نقوم بطرح 150 ناقص 45 إذن 150 ناقص 45 تساوي 105 درهم هذا المبلغ والذي سوف نقوم بقسمته على 3 إذن إذا قمنا بقسمة 105 مقصومة على 3 سوف نحصل تساوي 35 درهم 35 درهم إذن في الشهر الأول سوف يوفر 35 درهم في الشهر الثاني 35 زائد 15 وفي الشهر الثالث 35 زائد 15 زائد 15 يعني زائد 3 إذن في الشهر الأول سوف يوفر 35 درهم في الشهر الثاني سوف يوفر إذن شهر جوج 30 درهم وفي الشهر عفوا ليس 30 35 زائد 15 هي 50 درهم وفي الشهر الآخر أي الشهر الثالث سوف يوفر شهر ثلاثة سوف يوفر 35 زائد 30 هي 65 درهم إذا قمنا بجمع 35 زائد 50 زائد 65 سوف نحصل على 150 درهم بالنسبة للتمر الأخير يبلغ مجموع قياسات أطوال سبو و أبرقراق و أمر رابع 1350 كم يعني المجموع للأنهار بث 3 المجموع للأنهار تلسى بهم كي سوي لـ 1350 إذا علمت أن قياس طول نهر سبو ضعف قياس طول نهر أبرقراق يعني طول سبو والضعف أبرقراق وصغر من أو مربع بميس كم يعني سبو كبر من نهر أبرقراق بالضعف وصغر من أمر رابع بميس كم يعني أن النهر أمر رابع هو الأكبر كبر عليهم ومشحال لزيد عليهم بمئة كم يعني أن نهر أمر رابع يزيد عن الأنهار الأخرى بمئة كم إذا لنمثل كل نهر بقطعة لدينا هنا أبرقراق ولدينا سبو ولدينا أمر رابع ولدينا أمر رابع يعني أمر رابع يعني أمر رابع يزيد عن سبو يعني كبر من سبو بماذا يزيد عليه بمئة كم زائد قطعة صغيرة يعني زائد مئة زائد مئة كيلومتر إذن لكي نحسب طول لكل نهر يجب علينا أن نقوم بالقسم على عدد قطعة متزاوية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن سوف نقوم بقسم على خمسة ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نقوم بإزالة هذه القطعة الزائدة يعني زائد مئة إذن لدينا طول مجموع الأنهار و1350 يعني 1350 ناقص مئة سوف نحصل على 1250 كيلومتر إذن سوف نقوم بقسمة 1250 1250 على مقصوم على خمسة سوف تساوي مئة وخمسون كيلومتر إذن لدينا هنا مئة وخمسون كيلومتر هنا مئة وخمسون كل قطعة فيها مئة وخمسون مئة وخمسون زائد ماء إذن عبرقitel طاله 150 كم السابو طاله 500 كم إذن طال نهر أمر أبيع 150 زائد 150 زائد 500 زائد 100 تساوي 600 كم تساوي 600 كم إذن